اعترف كريشنك الذي يبلغ من العمر عشرين عاماً بأنه قاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية لكنه لم يطلق النار على الناس ولأنه اعترف أمام المحكمة قرر القضاة محاكمته كحدث لصغر سنه من ناحية أخرى يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه دعم تنظيماً إرهابياً خطيراً وأن الجريمة التي نتحدث عنها هي الانتماء للتنظيم الإرهابي وهي جريمة خطيرة جداً وقال القاضي إن كريشنك لم يستطع مقاومة تأثير أصدقائه الإسلاميين مضيفاً بأنه لم يعلن استنكاره لأهداف التنظيم الإرهابي فيما دعا محاميه إلى النظر إليه بعين الرافة إنه شاب لطيف وخجول لا يزال في سن المرهقة هذا هو وصف له إنه لم يبلغ سن الرجد بعد وقد عبر كريشنك عن نيته في ممارسة حياة طبيعية بعد قضاء العقوبة التي صدرت بحقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر